في البداية لو نوضح للسادة المشاهدين ايه ممكن يضعف جهاز المناعة في البداية طبعا هو جهاز المناعة طيب حضرتك قلت كده هو حق الصد هو حاجة مهمة جدا للجسم لان هو اللي بيدافع عن الميكروبات والفيروسات وغيره والأورام وحاجات كتيرة جدا الحقيقة الحاجات اللي بتضعف جهاز المناعة كتير يعني لو كلمنا مثلا لو اخذنا الحياة اليومية التدخين ده بيضعف جهاز المناعة قلت الرياضة بتضعف جهاز المناعة التغذية اللي مش سليمة بتضعف جهاز المناعة ده طبعا نهيك عن ان فيه امراض بقى اخرى كثيرة ده بالمرض نفسه وجود المرض نفسه معاناة المريض نفسه ده بيبقى فيها ضعف لجهاز المناعة يعني مرضى السكر عموما هما بالاساس فيه عندهم ضعف في جهاز المناعة مرضى الكلة الأورام اللي بياخدوا علاج كيماوي اللي بياخدوا كورتزون كل دي مجموعات كبيرة جدا من الناس والمرضى اللي بيبقى عندهم ضعف فيه جهاز المناعة فيه ناس بتتولد عندها ضعف في جهاز المناعة فهي الحقيقة جهاز المناعة حاجات كتير جدا بتضعف ده معنى انه وراسي مثلا اطلاقا الجزء الوراسي لا يشكل إلا نسبة بسيطة جدا لكن كله بيبقى ما بعد الولادة في أي وقت وفي أي حين ممكن يحصل ضعف في جهاز المناعة زي ما كنت بتناقش مع حضرتك لحد ينكم لحد سن الستين والسبعين ممكن جهاز المناعة بص لقيه ان هو حصلت مشكلة واداءه بتدى يختلف او بتدى يضعف طيب فيه رينج نقدر نقول عليه هو ده الطبيعي او قوة طبيعية لجهاز المناعة يعني نقدر نقول ان عندنا ريفرنس او عندنا ارقام مثلا ولا لا دي بتبقى حاجة بتتحدد على أساس ايه بقى يعني هي مفيش رينجي يعني احنا لما بنيجي نقيس مثلا وظيفة القلب بنقول رقم لما بنيجي نقيس وظيفة الرئة بنتكلم عن رقم احنا في جهاز المناعة بنتكلم عن وظيفة مش بنتكلم عن أرقام وبالتالي احنا بيهمنا الأوفر اول بشكل عام وظيفة جهاز المناعة هل هو سليم وشجال ولا هو مش سليم ومش شجال هي دي النقطة يعني موسيقى